سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم إخواني أخواتي نرحبو بكم في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله اللي غدين نقدمو لكم جوج وصفات غدين نصوبوا أحدا بلورقة ديال الروز والتانية غدين نصوبها بلورقة الفينو إن شاء الله هم عبارة عن شكل بسطيلة غدين نسميها معمرة بالحوت ومعمرة بالدجاج إن شاء الله هنا عنا الفيرميسيل ها هو الفيرميسيل يعني كان طيبه كان قطعه صغير خصو يكون صغير ما يكونش دك طوال عنا شوية الكروفيت شوية ديال الحم ديال الحوت حوت ديال طاجين شوية وعنا لهده اسميته شوية الحمد المصير وشوية الشامبينيون شوية الحر شوية ديال تحميره وشوية ديال الحر أيضا بودر شوية ديال كامون وشوية ديال ورقة سيدنا موسى وشوية ديال الملحة وشوية ديال الصجا إن شاء الله شوية ديال القزبور ومعدنوس بجوج قزبور ومعدنوس شوية ديال تمحبوب شوية ديال أيضا ديال مسحوق يعني القوزة اللي نسميه بالعربية ديالنا بالنسبة للدجاج عنا شوية ديال الدجاج شوية الزيتون مقطع شحر مقطع وشوية البصل قزبور ومعدنوس وعندنا شوية ديال البزار شوية ديال سكنجبير شوية ديال الملحة شوية ديال تحميراء حمراء إن شاء الله هذه هم المكونات ديالنا على بركة الله باش نصوبوا هاد لسوس ديال هذه بوحدة ونصوبوا هاد وعاد نوريكم كيف نخدمو بهذا الورقة ديال الروز هي هاد 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 باش نخدموه أيضا هاد شكل الخور مرحبا بكم نمشي مباشرة للتطبيق إن شاء الله قد نديرو شوية ديال زيت زيتون مع الكروفيت ديالنا هنا إن شاء الله قد نصهدو هاد الكروفيت ديالنا قد ناخدو الربع ديالنا القزبور ومعدنوس الحار الحمض المصير لدينا هنا تحميرا لدينا هنا الحار أيضا بودرة ورق سيدنا موسى لدينا الكامون وعننا الملح قد نديرو إن شاء الله هذا القزب شوية القزب غير شوية ماشي بزاف نديرو شوية جومة أيضا ونديرو هنا السوجة ديالنا قد نعصروا شوية الحمض في هذا الأسوس ديالنا نحيطو هاد الحبات ديال الحمض حمضة كاملة إن شاء الله لدينا الحد يبغي شوية ديال الحمض إن شاء الله سنديرو واحد جوج غرف كبار ديال ما تشغل كونسنتري نديرو شوية زيت نباتية أو زيت زيتون نخلط الخليط ديالنا مزيان هذا هو البصد ديال البستيلة هو اللي غادي يعطينا هاداك القوء الرائع اللي بغينا بعدما شوحنا هالكروفيت ديالنا يعني دوزنا في العافية حتى شد رسوم مزيان قد نجيب الحمد للحود تاوى نفس طريقة شوية ديال زيت زيتون ما شي زيت نباتية زيت زيتون غادي ندوزوا في هاد الحود ديالنا بعدما شوحنا الحمد لنا ديال الحود سوف نديروها نبدأ نطيبه شوية باش نحيدوه للصوص اللي فيها كل شي باش يجي زوين ان شاء الله دائما الحود ديالنا نغسنوه يتشبع بدك اللصوص باش يجي بنين غير شوية يعني تايطيب شوية مازال مع هذا اللصوص نقلعوه وان شاء الله نديرو حواجة خورين سوف نضيف هنا شوية ديال الشامبيون قمشون هنا لصوص ديتنا هادي ناخدو الفيرويسيل الفيرويسيل دينا نحلوها بحركة نحركها جيدا نحركها جيدا ونعطيها قليلا نحركها بجوجة ونقلبها جيدا ونقلبها جيدا ونقلبها جيدا ونقلبها جيدا ونقلبها جيدا الفيرويسيل هذه هي الورقة نقلبها قليلا واحد قليلا ترتب نقلبها في الماء نقلبها قد نجيب إن شاء الله العمارة ديالنا نحاولو كل كل حبة يكون فيها الحوت يكون فيها كل شيء إن شاء الله نقدر نديرها في جوجة الوراقي جوجة الوراقي من الأحسن نديرها في جوجة الوراقي بش تجيء زوينا بش تجيء نقلب الزبدة ونقلب الزبدة الزبدة العادية إن شاء الله ندخلهم الفران لكي يأتيوا رائعين رائعين سوف ندخل هذا الصغار المعمر إن شاء الله الفران لمدة تقريبا 21-30 دقيقة ارضوا البال المهم تطلقوا على الفران و أسميتوا درجة الحرارة 200 دقيقة لتقريبا إن شاء الله ندخل قليلا ندخل البصل ندخل البصل ندخل البصل نضيف الحم والدجاج والعطرية مع البصل ندخل البصل ندخل البصل و نضيف الحمد كم يتبع الحمد ندخل الحمد هذا البصل البصل مرسل قليلا لأن هذا البصل بالبصل والبصل يجب أن نضيف الروحة يجب أن نضيف نضيف يجب أن نضيف الحمير البزار السكن جبير الملح هنا والخلط الجميع نضيف اولو نقطعوه ما زال باش يجي صغير الشتوكي و رضينا هنقطعوهم زيان الورقة اللي فينوك تعرفوه ان هناك نحلها غير بشوية باش ماتهرش لنا ان شاء الله لانه سهلة بتهراز ها هي الاسوس ديالنا ها هي قادي ناخدو ان شاء الله ورقة بورقة غير بشوية تتلقو ها هي نديرو الزيت داعين من الزيت باش ما تتكهرش لكم الورقة او الزبدة ها ندير شوية الزبدة و شوية ديالزيت ها هي الزبدة دروك ندير شوية ها هي غادي ناخد الحشوة ديالي غادي نديرها هاكوا يعني نشتتها فوست كين اللي غايد دير الحشوة في بلسة واحدة انا ما غاديش نديرها في بلسة واحدة ها هي ندير لها الطريقة ان شاء الله ها هي وها هي ندير ساني شوية ديالزبدة ما غادي نحاول نطويها بحاله ها هي نحاول نطويها بحاله كا هذا إن شاء الله مربعة هذا المسمن ديالنا بالورقة ديالي فيه الفران سيبقى إن شاء الله 21 دقيقة لا يفوتها مرحبا بكم يا أخواتي هذه هي اللصوص بحل البستيلاء وقدرناها في الورقة الروز إن شاء الله كيفية رائعة بإذن الله وقدرنا هذه الورقة التي تسمى بحل المسمى معمر بالدجاج إن شاء الله وشيئة أخرى الذي تفرج في الفيديو سيعرف الطريقة لكي عمرنا هذا الشيء والطريقة لكي تصوبنا هذا الشيء إن شاء الله وأنتمنى لكم يا أخواتي تشجعاتكم تشجعاتكم القناة رأيكم مفرطين في القناة التي هذه 4 سنين أو 5 سنين وهي كينا وعطيناكم يعني أكثر من تقريبين إلى 3000 فيديو وعطيناكم ورغم ذلك يا أخواتي تشجعات قلال تشجعات قلال انتمنا من الله سبحانه وتعالى اللي فيها خير إذيرها صدير ربي تبارك وتعالى وأنتمنى لكم كل التوفيق وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله اشتركوا في القناة